حالة الداتيف حالة الجر باللغة الألمانية سباق وشرحنا بالفيديوهات الماضية نومياتيف والأكوزاتيف اليوم رح نحكي عن الداتيف وبنقدر نعتبر انها آخر شيء رح نتعمق فيه بالحالات العربية لأنه ما ضل عنا إشي غيره في ضل الجينيتيف لكن الجينيتيف تعتبر من الأمور اللي نادر ما الألمان يستخدموها أصلا رح نمشي عليها بالمستوات المتقدمة لكن بشكل عام حتى لو وصلناها دائما ما بيكون فيه طريقة تانية لبناء الجملة وفيه بدائل كتيرة فمش لازم أنك تتعمق فيها فقط بتمر عليها بشكل سريع عشان تكون على إطلاع لذلك ركزوا معي بفيديو اليوم عشان أتعمق ونفهم شو يعني داتيف وإذا أنت ما عندك فكرة عن النومياتيف والأكوزاتيف فبتمنى أنك ترجع وتتابع الفيديوهات من أول بسلسلة التعلم الغل الألمانية من الصفر الموجودة على قناتي والآن خلونا نبدأ بشرح الداتيف شو يعني داتيف؟ خلونا نرجع للموضوع من أساسه ونبسطه بأسهل طريقة ممكنة الداتيف هو المفعول به الغير مباشر للجملة يعني هو الشخص اللي بيستقبل شيء ما خلونا نوضح الموضوع بمثال لنفرض أني حكيت أنا أعطيت الكتاب إلك في هاي الجملة الأكوزاتيف هو الكتاب وهذا الموضوع المفروض يكون واضح عندكم من الشروحات الماضية إذا مش واضح تقدر تراجعوا درس أو دروس الأكوزاتيف في هاي الجملة الداتيف هو أنت أنت لأنك أخذت الكتاب إذن الداتيف هو شخص بيستلم شيء معين هو مفول به لكن غير مباشر إذن في هاي الجملة أنت هو الداتيف أكيد كمان لازم ندرك أنه الداتيف بتحدد بناء على بعض الأفعال في قائمة من الأفعال اللي تتبع الداتيف وهذا الحكي نشرح ونذكرت الأفعال وأهم الأفعال بفيديو الأكوزاتيف والداتيف موجود بعلامة الاستفهام أحد أبرز الأفعال على سبيل المثال هلفن فعل هلفن شفناه كثير بالفيديوهات الماضية لما يكون موجود راح نصرف بناء على الداتيف نعطي مثال حالة الداتيف اللي خلت أداة التعريف تصير دم كيف عرفنا أنها دم بناء على الجدول كيف بدنا نعرف هاي الجداول راجعوا بدرس أدوات التعريف جماعة اللغة الألمانية أو أي لغة بالعالم بتيجي بشكل تدريجي فلازم يكون أساسك قوي وبرجع بحكي لكم هذا السبب أني بلشت سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر فلازم أنكوا تتابعوا الدروس وراء بعض بشكل متتابع لحتى تقدروا تكونوا فهمين كل إشي قاعد بينحكى بالدروس هاي وأنا بأكد لكم إذا تابعتوا هاي الفيديوهات ودرست ولخصتوا كل شيء فيها رح توصلوا لمرحلة أنكم قادرين على أنكم تتحدثوا اللغة الألمانية بشكل كثير ممتاز بالنسبة للمستوى الأول ورح تقدروا تشتازوا الامتحان لكن بدي تركزوا بكل المعلومات المذكورة بهاي الفيديوهات وتلخصوها وتكونوا فهمينها وإذا عندكم أي أسئلة أكيد اكتبوا ليها بالتعليقات أيضا في عنا حروف الجر طبيعي إذا بيجي أي حرف من حروف الداتيف اللي بتيجي مع الداتيف في حالة الداتيف على السبيل المثال مت فعندما نجد هذا الحرف يجب علينا تصريف الجملة أو أدوات التعريف إلى حالة الداتيف وأيضا إذا بتتذكروا في كل الحالات في أداة سؤال منها بنتأكد مثلا في حالة الداتيف نرجع لمثالنا لازم أسأل نفسي لمين بغطي هذا الكتاب؟ إذا هذا السؤال انطبق على الجملة إذن هاي تم تأكيدها في حالة الداتيف مثلا وإذا في أي شيء أو جزئية مش واضحة برجع بذكركم راجع في فيديو الأكوزاتيف والداتيف الآن خلونا نشوف أدوات التعريف وتصريفها في حالة الداتيف نعطي أمثلة خلونا نعطي الثلاث حالات مذكر مؤنث حيادي ونشوف كيف طبعا كلياتها بالمفرد حاليا مثلا الفريق في حالة الجمع أنه كل آياتهم رح يصيروا دن كل الأدوات مع إضافة حرف أن في نهاية الإسم ومعلومة مهمة جدا زي ما دايما بحكي لكم أساس الحالات العربية هي التصريف لأدوات التعريف والجداول هاي اللي لازم نفهمها ونحفظها طيب هل هاي الجداول كافية؟ أكيد لكن لازم نربطها بأدوات التنكير وأدوات النفي ونجع داسست ألس فو هويت ما رح أكثر عليكم بالفيديو اليوم بدي تراجع هاي المعلومات تحفظوها تتأكدوا منها رح يكون في تلخيص لهذا الدرس لكن بدي تتأكدوا من حفظ أدوات التعريف والتنكير والنفي وتصاريفها لأنه بالفيديو هات الجاية رح يكون في تمارين ومسائل كثيرة لحتى نثبت من التعتيف عندكم هذا كل شيء لفيديو اليوم نراكم بالفيديوهات القادمة بالفيديوهات القادمة